السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله بالخير والنور والسرور ورحمة الله والصحة والعافية اليوم أعطيكم قصة عن وحدة من أجمل وأغلب القصايد التي قيلت والتي هي بعنوان صوته صفير البلبل القصة كانت في زمن الخليفة أبو جعفر المنصور وكان هذا الخليفة حريص جدا على أموال الدولة فاشترط على رابطة الأدباء أنه ما يعطي شخص أي مقابل مادي على أي شعر يطرح عليه أو يكتبه إلا إذا كان من قوله بمعنى أنه يجب أن يكون لك أتمنى أن لا يشعبنا عن طريق شخص ثاني أو يحافظنا عن طريق واحد ثاني لكن أين اللعبة؟ كان الخليفة يمكن أن يحفظ القصيدة من أول مرة يسمعها وعند غلام يمكن أن يحفظها من مرتين وعند جارية يمكن أن تحفظها من ثلاث كميوتر ما شاء الله ليس مشكلة فأي الشاعر على الصباح سلام عليكم أمير الممني وعليكم السلام ورحمة أنا شاعر وفحل ما في حولتك كتبت قصيدة طويلة قال قلها إن كانت من قولك أعطيناك وزن الذي كتبته عليها ذهب وإن لم تكن لم نجزك عليها شيئا وكانت هذا الشرط أن أنا أو بالتالي هذه العطية وزن اللي كتبت عليه هذه القصيدة راح نوزنه ونعطيك وزن ذهب في شاعر ويعد القصيدة قالوا نحفظها من زمان ويردها علي حين صارت لقصيدة قالت مرتين ورام نو يسمع في الباب السري الغلام ويقول له لا وعندي غلام يحفظها وإي الغلام ويعيدها الشاعر يقول ها يعني توارد الخواطر في بيت بيتين قصيدة كاملة لا قال لا وعندي وحدة ثانية حفظتنا تعالي يا جارية وقلت الجارية الشاعر يقول ها والله لا 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 لست بشاعر فبالتالي تعطى الوضع الشعر كلهم كلهم وضعهم وقفل كان هذا هو باب رزقهم هذا يترزقون منه فكانوا مجتمعين ويشتكون لبعض الوضع مش عارفين شو الحل لهذا الموضوع دخل عليهم الأصمعي وكان من أدها العرب وفقيه ونسان متمكن من اللغة بشكل عجيب شو فيكم يا جماعة والله الموضوع كذا 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 وتعطل فينا الحال قال ايه أننا في الأمر لمكر وحيلها تخلوا الموضوع عليه تمام وتنكر حطي التشاور وربط شعره ورفع على فوق وبهدل في نفسه بحيث انه عرابي ما ينعرفه منه لأن الخليفة يعرفه ودخل على خليفة السلام عليك يا أمير الممني وعليكم السلام أنا شاعر فهم ما في حولتك كتبت قصيدة عصماء قال قلها إن كانت من قولك أجزناك وعطيناك وزن الذي كتبته عليها ذهب ولم تكن من قولك لم نجزك عليها شيء قال تمام بدال صوت صفير البلبل هيج قلب الثميلي الماء والزهر مع مع لحظ زهر المقلي خليفة شهلة طاق 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 رين رين يا جارس وسيط دخل عليه وأنت يا سيدلي وسيدي وموللي فكم فكم تيملي غزييل عقيقلي قطفته من وجلة من لثم ورد الخجلي فقال لا 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 وقد غدا مهرولي خليفة وحفا كم لا قال أصلا ما لاحق وقال لا 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 وقد غدا مهرولي والخوذ ما لا اضطرابا من فعل هذا الرجلي فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤلي قالت له حين كذا انهض وجد بالنقلي وفتية سقونني قهوة كالعسالة لي شممتها بأنا في أسكى من القرنفلي في وسط بستان الحلي بالورد والسرور لي والعود دندن دن لي والطبل طب 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 لي طب 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 لي والسقف سقسق سقلي والرقص قطاب إلي والخالب هاي ولد ولد شو هذا والرقص قطاب إلي شوى شوى وشاهش على ورق سفرجلي وغرد القمر يصيح ملل في ملل وإذ تراني راكبا على حمار نهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي والناس ترجم جملي بالسوق بالقلقل لي والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويل لي هاي كعكع كعكع لو تبقى تكتلها ما تكتب يبقى لك حد يجيك يا حرف حرف ولا الدقة توقيع من كل والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويل لي لكن مشيت هارجا لكن مشيت هاربا مخشية العقنغلي إلى لقاء ملك معظم مبجلي يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدم لي أجر فيها ماشيا مبغددا بالذيالي أنا الأديب للمعي من حي أرض المصري مضمت قطعا زخريفة يعجز عنها الأدبلي أقول في مطلعها صوت صفير البلبل الخليفة يطلع من راسه طب 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 يطلع لطلعها يا غلام أو الله ما سمعتها من قبل يا أمير المؤمنين يا جارية انسى سلم أمر الخليفة قال أتنا بالذي كتبته عليك نزنه لك ونعطيك وزنه ذهبا قال ورثت عمود رخام من أبي حاقشت عليه القصيدة كنقشا وهو على ظهر الناقة لا يحمله إلا أربعة من الجنود الخليفة يود راسه وزن العمود شل كل ما في الخزنة وهم روح وزير الخليفة قال والله والله يا أمير المؤمنين لا يفعلها للأصماعي ولا اتعال بيين عن نفسك للأصماعي قال نعمل للأصماعي كيف يفعلها للأصماعي والله انت حقيت شرط وانا مشيت على شرطك وشليت الأصماعي رد البيزات لا رد البيزات رد البيزات لا رد البيزات رد الذهب لا رد الذهب يمين يسار يمين قال أرد على شر إن أي شاعريك سواء عطاك من قوله أو من منقوله يعني حين أي واحد يبقصيدة أي واحد ثاني تعطي عليه هجزية غير عنتي ما عندي فوافق أمير رمي ونحلت هذه المشكلة كان لديكم أخوكم شيء جيل فار فارق الصر لطيفة لنا لقاء آخر السلام عليكم